بات مشهد التشريع هذا اعتيادياً عدد قتل مسلحي قوات السورية الديمقراطية يتزايد وبشكل متسارع فالمواجهة مع مقاتلي العشائر العربية عادت لترتفع حدتها ومعها عادت قصد لتوجه الاتهام لدمشق وتتوعد أبناء العشائر إن تلك الهجمات الإجرامية والتي تسببت باستشهاد عدد من رفاقنا لن تمر بدون رد وقواتنا عازمة على محاسبة مرتكبيها شكل انهيار المفاوضات بين العشائر العربية وقصد في أربيل نقطة العودة إلى المواجهة مضت قصد في عملياتها الأمنية ضد أبناء العشائر العربية في وقت أكدت فيه قيادة القوات العشائرية أنها لن تتراجع عن هدفها في إخراج قصد من مناطقها الهدوء النسبي الذي شهدته منطقتنا على كامل الجبهات في الآونة الأخيرة كان بسبب ترقب نتائج الاجتماعات في أربيل إن قصد ومرتزقتها هدفهم إخماد الحراك العشائري لا يمكن لقصد أن تشل قوى عشائرية كبرى على أبناء العرب المنظمين لقصد الانشقاق الفوري والالتحاق بصف أخوتهم ومقاتلي العشائر ضد عصابات قصد يشكل الليل لباسا لتحرك أبناء العشائر وتوجيه ضربات لمواقع مسلحي قصد في المنطقة رد قوات سوريا الديمقراطية بات يطال قرى وبلدات على الضفة الغربية لنهر الفرات في مناطق وجود الجيش السوري في مسعى لإخراج المواجهة مع أبناء العشائر العربية لتحويلها إلى مواجهة مع الجيش السوري اتهام قصد لدمشقا بالوقوف خلف الحراك العشائري الذي يقوم ضدها في ريف دير الزور الشرقي تخفي خلفه مساعم منها لجرد قوات الأمريكية لدعمها في مواجهة أبناء المنطقة من العشائر العربية رضا الباشا حلب الميادين ترجمة نانسي قنقر